قصة النهاردة عن الصفحات الجديدة اللي بنفتحها في حياتنا بعد ما تكون لنا صفحات قديمة فيها ماضي غير مشرف فيطار الصفحة الجديدة دي هتغير اللي فات طب هتخلينا فعلا ناخد فرصة جديدة ولا ساعات الماضي بيفضل ما لازمنا مستحي النهرب منه مهن ما توبنا أو تغيرنا وده اللي حصل في قصة دكتور عبد الرحمن الشاب السيدالي مؤدب المحترم اللي بيصلي فروضه في الجامعة كبير اخواته البنات اللي طول عمره متدين متفوق شايل مسؤولية مامته ووقف مع مامته واخواته في كل حاجة رومانسيته وطريقة تفكيره المثالية خلته يقع في حب بنت أهل المنطقة عارفين إنها مش كويس حسب ما بعثت والدته قالت في رسالتها لما أصر إن هو يتجوزها والدته هددته بقيت له أنا هتبرى منك وإنها ممكن تقتل ب بنت دي طب هي ممكن تعمل كده؟ طبعا نوصل لإيه؟ طب مين اللي عنده حق؟ عشان كده منوالنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هيني استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور؟ زيك يا سيدي أه بارك إيه؟ الحمد لله إيه رأيك يا دكتور في قصة النهاردة؟ حق زينا بنعمل لها إيه؟ طبعا طبعا هي زعلانة طبعا على ابنها طبعا هي بتحكي في القصة طبعا هي ربته بعد وفات والده وتعبت وشأيت وعملت حاجات كتير جدا وهو تخرج بقى دكتور صيدالي ولما اكتشفت إن هو بيحب بنت سلوكها أو معروف عنها في المنطقة أن سلوكها يعني غير معتدل يعني أو فيه أحداث قبل كده يعني تفتكر هكون وصلت لإيه مهما كان سلوكها يعني؟ من القصة دي نستنتج إيه يعني؟ بنت دي جريمتها إيه؟ هي مش قصة هي مش مش قصة جريمة يعني هي ممكن تكون البنت ارتكبت أخطاء زي إيه؟ لو نقول ماضي غير مشرف وانت عارف المنطقة كلها مشاركة يعني مثلا ممكن يكون كليها علاقات مع ناس في المنطقة؟ علاقات توصل بقى لإيه؟ مكالمات؟ خروجات؟ هو هيعدي إيه؟ يعني دكتور سيدالي يعدي إيه؟ ومامته مكبرة الموضوع هو شايف إن الموضوع إيه؟ هو حاسبها هو أولا بس عايزين نشوف الدخلة هو إيه اللي حصل نورة باب بيها كده؟ لما قرينا القصة وعملنا لها تحليل نفسي هو عبد الرحمن طلع عمره شاب ملتزم في حاله واضح جدا أنه هو مالوش تجارب آه أنت عايز تقول أني قلت خبرة آه طبعا مالوش تجارب عاطفية ما توقعتش أن ده يكون رأيك لا هو طبعا مالوش تجارب عاطفية خالص واحد كان من الكلام اللي بتقوله مامته من البيت للجامع للجامعة الولد الكبير اللي كان متحمل مسؤولية ما كانش فيه بنات في حياته ما عندوش وقت أنه يتعرفها لحده ويضيع وقته وشباب بقى في الجامعة فكان عنده مشاعر كبيرة جدا وكان عنده فراغ عاطفي وكان عنده جوع عاطفي فلما حصل أن البنت دي تعرفت عليه من خلال السيدالة اللي هو شغال فيها وأنه هو راح حشان يتابع حالة مامتها لما كانت مريضة فلما البنت بترد تدي له بعض المشاعر والأحاسيس اللي هو عمره ما حسها في حياته ولا شافها أصلا فبتدى يحبها وابتدى ينجذب ليها هو لما دخل ارتبب بيها هو عارف ده طبعا لأنه ابن المنطقة اللي هي متربية فيها بس هو لما بتدى يتكلم مع البنت أكيد البنت بتارت تتكلم إن هي بتارت كانت بتعمل ده تحت ضغط تحت ظرف حكيت له على حاجات كتير جدا بدليل إنه هو لما بيرد على مامته بيقول لها إيه يعني هي تابت وأنا هساعدها إن هي تكمل توبتها في حد بيعمل كده هو عبر أحمن مثالي يعني هو مش قلة خبرة إنه هو متعملش مع بنات وإيه وهي مثلاً لو أنا هقول لك رأي تاني من مجتمع عرفتوا أعوذي ما بيقولوا ما هو قلة الخبرة يعني هو مثالي أو اللي قالي الخبرة ما أنا هقول ما هو الاتنين ماشيين مع بعض يعني هو شخص مثالي يعني إيه مثالي بس المثالي ما يقعاش في غلطات زي دي لأ هو شخص مثالي يعني محترم زيادة عن اللزوم محترم يغلط كده شخص عمره محب عمره مرتبط عمره مسامع مشاعر من أي بنت موجودة في حياته كان شايف إنه هو يرتبط ببنت دي حاجة غلط حاجة عيب حاجة حراب فجأت الظروف فجأت الظروف بقى أنه هو ابتدى يحصل فيه تقارب بينه وما بين البنت دي بسبب أن مامتها كانت تعبانة فهو كان بيروح البيت يتطمن على صحة مامتها أو مثلا يشوف إيه الحاجات المطلوبة منها طبية فابتدى يحصل بينهم كلام فبالنسبة لعبد الرحمن ده أول مشاعر يحسها أول مشاعر أول كلمة حلوة يسمحها أول كلمة كلمة عطفية وحشتيني بحبك أو شكرا ومناش حد غيرك تبدأ تحتم اديته اهتمام اديته اهتمام اديته سؤال عملت إيه رحت فين إيه أخبارك طممني عليك ما عليك لينا لو فاضيت على دي ماما الحقن فالكلام دي كله بيجر آه مالت الحتة اللي كانت فاضية في مشاعره فابتدى ينجذب ليها فابتدى يحبها تمام هي الناحية التانية هي عندها خبرة عاطفية عنه فعرفت هو محتاج إيه فابتدى تديه ده محتاج اهتمام اديته اهتمام محتاج رومانسية خد رومانسية هي بتحبه هي أكيد طبعا هو بالنسبة لها أو لو هو فريسة لا هو بالنسبة لها فرصة أكيد طبعا بتحبه ليه ما تحبوش ما هو ما هو ما لو واحدة هي ليها علاقات كتير أو بتكلم مع رجالة كتير هيعجبها الرجل المسالي قليل خبرة ما هو بالنسبة لها هيبقى عوض ما هو حياتها كانت متل أخبطها عوض ولا هو ده اللي هيقبل بي لا مش كثت برضو أقول ده أنا مش يخبله من اللي أنا كنت بعمله أو هي أقنعته أني أنا من وجهة نظري بقى أنه عبد الرحمن يصدقها كده ويقتنع أني أني أنا سعيدها أني تكمل التوبة فاهمته أني كانت بتعمل ده تحت ظروف وضغوط معينة إيه بقى ممكن ما يكونش فيه أب في حياتها فإيه فتبدأ بتنفس بده بره يعني إيه أني تبدأ تتعرف على حد تبدأ تتعرف على حد على أساس أن أنا بحكي معك بفضفض معك فالتاني يبدأ ياخدها أو يخليها تحبه فيبدأ يستغل نقطة الضعف اللي عندها فيبدأ يوجه ده اللي هو عايزه أم عبد الرحمن هنا بسط بقى إيه أني طالما في المستوى ده يبقى خلي بالك بقى هو المستوى العلمي مش متناصق المستوى البيئي مش متناصق المستوى الاجتماعي مش متناصق طب لما هو ضرب إخويته رد الفعل ده كان كويس إنه هو يعني هو مش كويس هو حبها لا أنا قصدي رد الفعل لما هو يعمل كده هيخليهم يحبوها لا مش يحبوها طب لما يضربهم يستفد إيه ما هو واضح بقى إيه إنه لما هو فجئهم موفق واللي غير موفق طب هو بيعمل إيه هو مش حاسس هو في غيبوبة دلوقت أنا بقى عايز أسمع الكلام ده هو إيه هو إيه بتعمل إيه بس هو دلوقتي مغير خطواته إيه بقى هو خطواته دلوقتي إنه هو شايفها حاجة مهمة جدا واضح تبقى مرات أخوكو واضح إنه هي بقى ما بقاش مستحمل هو واضح بقى لما حصل المشاكلة بينه ومن أخواته واضح إن حد من أخواته قال عليها كلمة قال له أنت إزاي مثلا تاخد اللي كانت بتعمل كذا فالتاني بقى طبعا خدها لما رحت يعني مثلا الحاجة زينب رحت للبنت ومويتها ويتلوم يعني رح بالبلد دي كت هزقهم في بيتهم أنت بتقول هم إزاي سكتوا ما هم يبص أقولك حاجة وتهديد وهقتلك هم مش عرفوا هم مش هيتكلموا ليه بقى هم نصحين هم نصحين طبعا ولهم أولاد أصول لا فيه جزء من النصحة برضه إنه عشان يكسبوا بنت عند عبد الرحمن وفي نفس الوقت هم ضمنين عبد الرحمن جدا للنحية التانية ليه بقى طبعا لو ضمنها هدية كلمتين ويجاتها زينبتنا لا هم ضمنين إن عبد الرحمن معاهم وإن عبد الرحمن متمسك بالبنت إنه واضح على فكرة إن عبد الرحمن قال الموضوع للمامته متأخر يعني هو بيقول لها أنا هدخل على الفرح أنا بعزمك على الفرح مع الناس يعني واضح إنه هو في قصة الحب دي بقى له فترة بدليل غرقان اللي شوفت بدليل إنه هو بدأ يشوف إن البنت عادي المشكلة لما يكون لها ماضي وأنا متقبله ودخل في قصة إن أنا ممكن يعني إن هي أسعادها إن هي التوب فهمة قصدي يعني هو عمل قصد كان هو عمل عمل لفته وحساباته وريسيرتش بتاعه ودور وقرر آه خلاص يعني بيبلغ مامته هو جاي بيبلغ مامته في الخير يعني واضح بقى إن هو عايز يعمل خط وعايز بقى قطوبة راية فتحة لكن إحنا كمجتمع عمرنا ما هنتقبل ده لا خلينا نتكلم بواقعية أيوة أرجوك المجتمع مش بيتقبل ده نظرة المجتمع مش هتتقبل ده طب تعالوا نشوف بقى نظرة بقى إيه الدين في المجتمع ده سلام عليكم يا شيخنا معنا الدكتور أحمد العشماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر سلام عليكم يا شيخنا إزاي حضرتك أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك ويسعدك تسلام لي يا رب ويدعي لنا كتير يا شيخنا على راسي وحضرتك طيبة أنا عايز أسألك بقى إيه رأي المجتمع في اللي بيحصل ورأي الدين في اللي بيحصل أنا عايز أسمع منك الاتنين أنا أسمعت من دكتور محمد هاني رأي المجتمع أنا عايز أعرف الدين رأيه إيه في الكلام اللي بيتقال ده مش هو دايما بنقول فاسفر بذات الدين طبعاً وبعد كد نرجع نقول في نفس الوقت إنه اللي هيتوب من الزم بقى كائن لا زم بلاه أمشي بقى أني بقى أعمل إيه؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما اللي نبيه بعدها ثم أما بعد في الحقيقة هذه المشكلة من أعقد المواضيع الموجودة في المجتمع فكل إنسان بيدعي الفضيلة والمشكلة عندنا إنه نحن بنأخذ بالكلام يعني الإنسان بيئة في مجمله وفي ميزانه ما هو إلا سمعة وصيرة وعلى هذا الأساس فباللاقي إن المجتمع ساعات بيكون مغلوط مع نفسه بالأحكام على الناس بسبب الكلام السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ودوج النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت للقيلة والقال آه طبعاً فإحنا لابد إنه حينما نأخذ حكم معين في مثل هذه القضية لابد أن نتفحص الموضوع وندقف هل الكلام هو عبارة عن مثلاً قصص حب أو الكلام عبارة عن مواقعات زنا يعني الموضوع يختلف فإذا كان قصص حب فمن مننا يعلم يتعرض لهذا الموضوع لا يصحش أبداً أن نحن نكون جلادين في مثل هذه الأمور يعني كثير من الناس بيحرموا مثلاً الحب وهم أول ناس بيحبهم فلابد إنه نكون وقعيين في مثل هذا الأمر لأن الدفتة ما قد إن الواحد يتكلم بشيء وينهى عن شيء وهو أساساً وقع فيه أما لو كان الكلام على مواقعات زنا فهذه من الأمور المشينة شرعاً وفي القرآن الكريم الزاني لا ينكر إلا زانياساً أو مشركة وقالنا ذلك على المؤمنين وبالتالي القرآن واضح في مثل هذه الأمور لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لانتفقكم فإذا الإنسان مطالب هو ينتقي الزوجة الصالحة وفي حديث النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تنكح المأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولديمها فظفر بذات الدين تغبت يداك وبالتالي على الإنسان أنه يقيم لكن القصة دي أبقي فيها شيء من المصدقية بمعنى إيه؟ إحنا عندنا مبدأ في الشغل يقول من غشنا فليس منها فلو كانت الإنسانة بتلعب أو هي لعوب بتلعب على إنسان معين في مشاعر أو عواطفه من أجل أن تستطر على موقف معين لها في حياتها مشين فهذا غش أما إذا انبرت من نفسها وأوضحت ما عندها بدون خجل قالت له على كل حاجة يا مولانا وقالت له أنا التائبة وبدأت تصلي أيها هنا هنا الخض إذا اعترفت بكل شيء أملة وتفصيلا وأعلنت أنها تريد أن تلقى إنسانا طاهرا يتق الله فيها ويوجهها إلى الطريف المستقيم ممكن يكون العوض من ربنا يا مولانا نعم لماذا لا يتاجر هذا الإنسان مع الله فيها حضرتك إحنا عندنا مثلا في التراث الديني السيدة ربع العدوية وهي سيدة التائبين والعابدين والزاهدين في التصوف الإسلامي ماذا كان حالوها قبل التوبة وقبل أن يكون لها هذا الصيد في التدين يعني يا مولانا أنا هسألك بقى سؤال اللي هو زي نقوله بالبلد دي كده على بساطة كده نعم مين بقى مين اللي هو يعني مش أسألك لو أنت ما كان الحجة زينب وابنك قال أو بنتك لأنه واضح من كلامك بس مين دلوقتي منطقه أو حجاته أقوى حجة زينب ولا الدكتور عبد الرحمن لا هو الحجة زينب رأت الموضوع بعقلها أما الدكتور فهو رأى الموضوع بقلبي ومين لكفته تربح يا مولانا طبعا هو الإنسان إذا كان واضحا مع نفسه يعني هو الأمر فيه شيء من الوضوح لأنها هي اعترفت بنفسها فهو أكثر الناس تحديدا لأنه ممكن واحد لو لم يصد التجربة لو منع عنها بأي مانع وصار فيه مثلا شيء من العنال أو الجدال في هذا الأمر فممكن يأتي الموضوع ده بنتاج عكسية وبالتالي إحنا بنقدم النصيحة ولو كان واحد يا مولانا بيصلي الفرد بفرده وبيصلي في الجامع وبيجري على صلاة الفجر اللي هي ركعتين خيرا من الدنيا وما فيها مش ممكن يكون ربنا جعله سبب لتوبة بني أدمة صالحة وربنا أكيد مش هيوقعه في الغلط أو في ابتلاق كبير ممكن يكون هو يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ممكن هو مش قدها فربنا جايبها له إنه هو ياخد بيها سواب ويجايبه لها إنه هو عوض تمام حضرت مش ده منطق ممكن نتكلم بي والمنطق الأعظم من ذلك إنه إحنا ممكن نشوف المجتمع إنه ممكن نشوف مظاهرهم إنه هم طيبات وصالحات لكن في الحقيقة عندهم من البلاء ما يكتب في دواوين إحنا بنعيش في عصر التمثيل يعني في كثير من الناس بيحبكوا التمثيل يمثلوا على الإنسان اللي قدامهم إنه هم ليس لهن نظير في العصر والطهر والشرف لكنهم على عكس ذلك أيها لأنه دول ربنا سترهم في ناس ربنا رفع عنهم الستر فطول إيه للحاجة زينة وهني معك بقى المكالمة يا مولانا نعم نقول للحاجة زينة إن كل شيء بقدر الله فإن كان مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سينكح هذه أو ستزوج هذه الإنسانة فلا محالة ذلك حاصل بإذن الله لكن هي تقدم النصيحة قدر الإمكان وتدعو لابنها بأن ينور الله له بصيرته أنا بشكلك ونورتنا وتسلم لنا يا شيخنا وعلى راسي تحياتي دكتور محمد رفت بقى أنا تكلمت معاه؟ مع شيخنا بمنطق الدين بس أنا أتكلم معك بمجتمعيا لأنه دي بتاعت حضرتك حتتك ليه أنا ممكن أتقبل المدمن التائب؟ ممكن أهالي يوفقوا عليه يقول لا خلاص هو كان مدمن وتائب لكن ما تقبلش مدمنة مثلا تائب ليه إحنا لسه لحد النهاردة في المجتمع نظرتنا للبنت غير الرابل أنا دايما بتشوف ان الست دايما هي där هي الي بتشيل السلبيات في المجتمع ويkg بتطلع في الغسيل يعني مثلا لو جينا نتكلم عن الطلاق اه لغينا على طول بين ميل مطلق طب تهي الراجل طب تهي الراجل في مجتمعة زي ده مقدمقت يقولوا ليه ماشي على حل شعر فهمها يعني مثلا نجي نتكلم عن مشكلة الطلاق فنقول المطلق طب ما هو برضو في راجل مطلق ولو نسبة المطلقات مثلا مليون وفي مليون راجل الناحية التالية مع أن هي الضعيفة المفاول بيه اه اه فدايما إحنا السلبيات بنعمل لها إسقاط على الستات شوي اه يعني زي ما قولك كده الحطة الميلة اللي بتشيل كل حاجة يعني هي تتجوز واحد مدمن لكنهم ما تجوزش واحدة كان مثلا لها ماضي أو كانت مخطوبة قبل كده ده فيه ناس بتقولك دي كتت مخطوبة قبل كده فيه ناس آه فيه ناس يقولك كانت مخطوبة مر يا سلام في ناس بيحسبوا في ناس بتعود تسأل في التفاصيل طب الخطوبة دي كان مدتها قد إيه ما يطلع حصل إيه في الخطوبة؟ حصل إيه في الخطوبة؟ ما تيجوا نشوفه؟ ما تيجوا نشوفه؟ عملتوا فرح ولا بعملتوا دي كلها حاجات بتيجي في مخيلة الناس بس هو طبعا يعني كل حاجة ما بتبقاش كاملة يعني ده شيء طبيعي يعني حديم في الدنيا فيش حاجة كاملة يعني عبد الرحمن احنا قلنا إن هو حد ملتزم حد متدين حد يعني عمره مع عمل علاقات أقل كده أنا شايف عايزك سفيها سواب يعني برضه مش قصة السواب برضه هو دلوقتي التزم عهب وعد آه والراجل كلمة وهو حد ملتزم فهو دلوقتي عنده إحساس بالزم إن هو بعد فترة الحب اللي يعني يتكلم مع بعض أو حب بعض هيخلي سمعتها تبقى إن هو يسيبها واضح جدا إن هي طبعا في الفترة دي كانت بتعتمد عليه كان هو بالنسبة لها سنة كانت بتتكلم معاه أنا مش عايز يغزلها يعني مش عايز يغزلها الراجل ده يعني ده محترم هو حد طبعا محترم إحنا ما قلناش إن هو مش محترم بس مش متغفل يعني بالبلدي هو بس هو حبها في وجهة نظر تانية تبطرق عليها يقولك محترم لا هو حبها هو حبها عشان قلتلك هو محبش قبل كده مرضبطش قبل كده فلسه أول مرة يشوف مشاعر ويشوف أحاسيس فهو حبها فحتى كمان والدته مستغربة يعني هو هيفضل يحبها مش هيفوه فجأة علم النفس بيقول إيه في النقطة دي هو هيتجوزها أه ولإنه خلاص هو التزم معها وهو مش هيعدل عن قراره أيوه غير لما هو يكتشف أيوه حاجات ممكن تثبت له إن اختياره كان غلط إيه بقى يا ممكن ترجع تاني ترجع تاني لإيه لتصرفات هل مكتش كويسة ما فيه حاجة نعايز أقولك عليها آه الإنسان بطبعه شكاك آه خليني برضو دي حاجات بتحصل بس فيه ناس بيبقى قلوبهم مطمئنة عندهم سكينة بتخرب بيوت بس الإنسان دايما إيه يعني مثلا ممكن مثلا بعد ما يتجوزوا مثلا ممكن موقف صغير بسيط مثلا آه عادي ما عملتش حاجة بس ممكن مثلا أي حاجة حصلت عادية يعني ممكن يبدأ يتبقى الواحد اسمه محمد ومصر كلها مثلا ثلاثة اربعة اسمهم محمد ممكن مثلا يبدأ ممكن مثلا يبدأ ممكن مثلا إيه الشيطان يشتغل في دماغه يبدأ مثلا إيه رائبها يبدأ يشوف تصرفاتها لإن إحنا دلوقتي هما لسه بره على الباب إحنا لسه بره دي قصة الحب دي بره لما بنيجي بقى نتجوز دي حاجة تانية خالصة ممكن الحب ينقص بقى خالصة اه اتنين عينشين مع بعض متابعين تصرفات بعض فبنشوف بعض فقدام بعض كتير ففي احتكاك أكثر فممكن بقى يبدأ هو بعد كده يتحول إلى شخصية إيه بقى قصة دي حصلت مع رجالة كتير فيبدأ بقى اللي هو دايما حتت الشك عنده ويبدأ بقى إيه يسترجع الحاجات اللي كان هو عرف قبل كده ولا اللي هي حكت هالو بقى فيبدأ يلضم الأحداث ما هو عنده حكتين هي حكيالو وهو سامع من المنطقة ما هو متربى في المنطقة فهو عنده حكتين هي حكت هو أي حد يخش في قصة عبد الرحمن هيعمل كده ده التحليل النفسي اه أي حد هيعمل كده وهي مامة عبر الرحمن مش هتعرف تقنى عبد الرحمن وما انت كده برضو خلي بالك في رأي ناحا تانية بيقولك انت كده هتخلي بنت تكمل في طريقها وعمرها ما هتوب لازم حد يبقى شجاع إنه يخليها تكف أو تبطل أنا مش بقول كده أنا بقول أنا قلتلك إن عبد الرحمن هيتجوزها لا أنا بكلم في المطلق ما هيتجوزها وممكن يشك فيها ويرجع يطلقها ويعمل لنا تاني ولو هي ولو هي ولو هي بصة نقولك حاجة عبد الرحمن ظهر في حياتها فرصة أتأكد من إن بقى إن هي بطلت وتابت بقى عشان قلبي يطلق من التصرفات خلاص من التصرفات حد بقى فيه أمان ما بتعملش حاجة غلط هي فعلا ممكن تكون شايفة بيلك بقيت تصلي وبقت كويسة أيها شايفة عبد الرحمن دلوقت إن هو بالنسبة لها إيه العوض وشايفة إن هي ممكن تكون مش مسامحة نفسها على الأخطاء اللي عملتها في يوم من الأيام وعشان كده هي متمسكة في عبد الرحمن ولما أم عبد الرحمن رحت تشتمهم في البيت وتهينهم وإنتوا 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 هقتلكوا عمل فيكم ده كان صح هم هي طبعا هي غلط طبعا لما راحت يعني مش أحيانا بيجيب نتيجة فعلا لا ما بيجيب يعني فيه ناس كتير تعملوا في مجتمعنا يجيب نتيجة بس ابنها متمسك طب إيه رأيك إنها أقولك حل لو هم يعني أجلوا الجواز شوية وقاعدوا يتعرفوا على بعض أكتر مش مامة عبد الرحمن ممكن تقول الحل ممكن طب دايب ينوم حيات كتير يعني فيه حاجة هي مامة عبد الرحمن دولاتي بتقولك إيه؟ هو لو ارتبط بيها أنا هتبرى منه فترة الخطوبة السليمة تبقى إيه؟ سنة من ست شهور لسنة يعني ست شهور يعدوا يعني مقبول؟ من ست شهور لسنة لا ست شهور لسنة ونحط بعض نفسنا في مواقف مه؟ من ست شهور في السنة نقعد نمثل على بعض وأنا بقول كلام فهم؟ لا الشخصيات الحقيقية تتعامل مع بعض طب ما هي جربته في أكبر موقف أن أمها تبقى محتجا ويبقى دكتور ويجالي أو صيداني لا هو كعاطفيا هو عبد الرحمن متعلق بيها عاطفيا عبد الرحمن هيتجوزها؟ هيتجوزها طب مامته تعمل ايه؟ مامته مع الوقت هتستسلم لأمر الواقع هتحبها طيب؟ وليه لا؟ ممكن تحبها؟ بس هي مامته تفتح يعني يعني عبد الرحمن هيفضل متمسك عسنا قلتلك عبد الرحمن عنده حكتين دلوقتي حتت إن هو حبها وحتت الإحساس بالذنب إن هو يتخلى عنها فقراص عبد الرحمن يجب فعبد الرحمن دلوقتي متمسك بيها بدليل إن هو لما حد يجي يكلمه يقولك أنتوا ما تتكلموش عن مرات أخوكم كده ضرب إخواته ضرب إخواته فقصة إن إحنا نقف قدامه ونقعد نتخانق ونعمل صراعات دا خلينا نمسك في بعض أكتر هو عبد الرحمن محتاج في الفترة دي لو أنا عايز أنصح أنصح بهدوء الدين النصيحة بس أنصح بأسلوب لبق أشد وأنا يديه لا هو هيختار اللي هو عايزه الجواز عايز كم في المية عقل وكم في المية قلب؟ الجواز خمسين خمسين بس كده واللي هيخش بقلبه هيتعب بعقله يعني فهمة يعني لازم يكون في توازن خمسين خمسين اللي بضيعنا إن إحنا إيه؟ بنحط القلب في الصدارة فالقلب دا بقى إيه؟ نخش بقى عايز أنا عايز هو دا ما بنشوفش أي حاجة بيبقى فيه كمية أخطاء قد كده بس يقولك إيه؟ عادي هيتغير مع الوقت الدنيا هتمشي بس نبقى في بيت واحد بس أصل الحب هيغير كل المستحيلات نخش بقى الناحية التانية عقلي بقى يبدأ يشتغل فيبدأ بقى يلوم الإنسان طب إنت وفقت على الغلط دا ما أنت كنت شايف نقدر يضرب نفسه كل يوم ما أنت كنت شايف إن الشخص دا كان وكان وكان التوازن والاعتدال في العلاقات بنجح عدم التوازن اللي أنا أدى عاطفة قوي لا أدى عاطفة كده أقعد أدلد حنان وشغل بالعاطفة أعتقد إن عبد الرحمن فهم نورتني يا دكتور ربنا خليك يا رسي رسي جدري يا دكتور